السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد عبابة الأمر يا رب تكوني فأتم صحة وعافية النهاردة هنعمل مع بعض الكيك الميرندة طريقة ينهر أبيض على جمال هشوفي هشة جدا ازاي والله يعمل زي الكيك الاسفنجي انا عايزاكي الطريقة دي لازم تجربيها انا ما اديري مظبوطا شاء الله هتعمليها و هتعجبك جدا عالية جدا وجميلة مقوناتها سعلى لازم تعتمديها و تجربيها نقول بسم الله الرحمن الرحيم انا نخلت اربع كبايات دقيق نفس الكباية دي تحطيت زرة ملح كل كبايتين بحطلهم باكو كيكشيف فانا دلوقتي هضيف باكوين على الاربع كبايات علشان المقاجير تبقى مظبوط نفس بقى الكباية لعيرتي بها الدقيق هستعملها لكل المقاجير قلبت المقونات الجفة كده وروح ركنها وروح محضرة كباية بيت جم اربع بضوت و هكملها بمعلاقة خل علشان بتخلي الكيكاترية و هحط فانيليا سيلة عليها عايزة تحطي بواكي حطي باكوين اتنين و كباية زيت هضيف الاول الاربع بضوت الكباية البيض انا بقى يربط بالكباية خلي بالك من النقطة دي بتبقى المقادير مظبوطة اكتر و كباية زيت شفاف على فكرة ده زيت تموين والله مش زيت شفاف و طلع التحفة و كبايتين سكر لكل كبايتين دقيق كباية واحدة سكر و معلاقة بشر برتقان طبعا باشيلها ملف ريزر بتبقى عندي طول السنة طبعا البرتقان بيبقى مخصول جدا و مخصول بالفرشة و متنشف و بشرة للقشر بتاعه بيفضل معايا طول السنة الخليط تفضلي تضرب فيه في شفش الخلاط حوالي سبع دقايق دلوقتي ضفت كباية مريندا هفضل اضرب تاني في المكونات هنزل نصها على الخليط عشان اني ما شاء الله شفش اتملع و رح حطت كباية تانية المريندا يعني اخدت كبايتين مريندا و كبايتين سكر و كباية زيت و كباية بيد ضفت بقيته المكونات السيلة على المكونات الجفة و تقلبي كده بمضرب يدوي اتجاه واحد طبعا قبل ما نحط ايدينا في الكيك معروف بنولع الفرن يسخن لازم الفرن يكون سخن و الكيكة بتتحط في الشبكة في النص او اعلى من النص رف بعدها بعشر دقيق او ربع ساعة من غير ما تفتح عليها توطي النار علشان ما تلساش منك تبقى مظبوطة وش وعر الاول بنجيها صدمة تبقى عالية عشان تيب معاك تبقى النار عالية عليها وبعد كده بنبتج نوطي النار ونسيبها بعد كده نص ساعة خدت حوالي ساعة إلا تلك وبعدين افضل اقلب بلس باتيولة عشان اتأكد ان ما فيش تكاتلات دي في قاعة طبق تمام كده اكون بقى ايه محضرة صانية وفرشة ومعلقة سامنة اروح دهنة بقى الصانية كده سامنة من الجناب من حروف الصانية ومن قاعة الصانية جميع الاتجاهات عشان اما تعلى وتطلع معايا بصلة تبقى شلزقة اروح حتى حوالي معلقة او معلقتين دي ايه وافضل اخبط كده في الصانية اما حط ورق زبدة لو عندك ورق زبدة يبقى افضل اعمله ده ببطن الصانية ده البديل بتاع ورق الزبدة سامنة ودقيق بس نفطت الصانية اتأكدت ما فيهاش دقيق اروح نزل بقى بالخليط اصب الجميل دوت وخبط كده في الصانية تلت خبطات كده عشان اتأكد ان الهوى اطلع وروح اطلع الشيش طوق اروح ممشيه عشان اطلع الهوى منها قعدت اربعين دقيقة ربع ساعة عالي النار وباقي الوقت وتلت ساعة موطية النار بغرزها فيها تطلع نشفة مفاش عجين بختبرها ما شاء الله طرية جدا تقطعيها انا قطعتها وهي سخنة ولا بتتفتفت ولا بيحصل لها اي حاجة الميرندة بتبقى هشة طبعا بيبقى فيها نسبة صودا وكمان الكيكشيف بيخليها عالية والمقادير كلها مظبوطة مراهي حاكي كوباية 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 بس الميرندة اتنين والسكر اتنين والبيض كوباية والزيت كوباية عايزة تضيفي بدل الزيت ثمنة هي هي النتيجة بس والله عاملها بزيت تموين عالية جدا ازاي ما شاء الله الكتعة منها ما شاء الله يعني ممكن تقطعيها ترنشات كتعة صغيرة تملة طبق صغير تكفي فرد فطار او عشا تنفع لديوف تنفع في اي وقت كيكة اليومية كيكة الميرندة ده سهل جدا بشر البرتقان كمان ممكن يغني عن الفانيليا ممكن يستغني عن الفانيليا طالما فيه بشر برتقان طبعا رحتها برتقان وفايحة ومالية الدنيا وطحفة ولو عجبتك الطريقة دوس لايك ولو اول مرة بقى تشوفيني دوس الاشتراك الي بين لند الاحمر وفعال الجرس علشان يوصلك كل جديد ومستني التعليق السلام عليكم